اعتبر رئيس والتحد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الرسوني الجمعة أن العلاقات مع إسرائيل لن تضيف للمغرب إلا الاختراق والتوريط وصناعة العملاء وقال العالم المغربي الرسوني في مقال نشره عبر موقعه الإلكترونية تحت عنوان المغرب الرسمي في مفترق طريقين إن العلاقة المغرب مع العدو الصهيوني لم تعد كما قيل لنا قبل سنة مجرد اعتراف بدولة الاختصاب مقابل اعتراف الرئاسة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء ولم تعود مجرد استئناف للعلاقات الدبلوماسية بل هي الآن تنغمس تماما في العشق الحرام مع الهدو الصهيوني وتفتح له كافة الأبواب اتفاقيات شاملة، زيارات متلاحقة وغزوات صهيونية لا تبقي ولا تذر على حد وصفه